ناقشت ورشة عمل عقدات يوم الخميس في العاصمة عدن يأهمية تعزيز دور المرأة في القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجه هذا التوجه والمعالجات المناسبة لها وشاركت في الورشة عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالمرأة في الوزارات واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وممثلات عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأشاد مدير مكتب رياسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي بالجهود التي تبذلها النساء في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن مشددا على أهمية رفع التوصيات والتقارير التي تهم بالمرأة عبر الأطر الرسمية بدوره أشار رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برياسة الجمهورية المحام علي هزازي إلى الدور المطلوب من النساء في هذه المرحلة لبناء السلام ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وتحديد أولويات النساء والعمل عليها